الصادرة الجزائرية تحقق أعلى رقم منذ الاستقلال توقيع اتفاقيات شراكة بين الجزائر وإيطاليا 84 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفات بالماضي يكشف قائمة لعبي لقاء جيموتي وبورك نفاسو موسيقى موسيقى أعلن وزير التجارة وترقية الصادرات كامالرزيك بلوغ صادرات الجزائر ثلاثة فاصل أربعة مليار دولار وقال رزيك إن الرقم الذي تم تحقيقه يعد سابقة منذ الاستقلال وأضف المتحدث أن تعليمات رئيس الجمهورية حملت دلائل قوية للتغيير والبعث بتنمية الاقتصادية مع العمل على رفع صادرات خارج المحروقات وقعت الجزائر وإيطاليا على ثلاث اتفاقيات تخص قطاعات التربية والعدالة وحماية التراث عقب المحادثات التي جرت بين الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ونظيره الإيطالي سيرجو ماتاريلا وأعضاء من وفدي البلدين وحل الرئيس الإيطالي بالجزائر اليوم في زيارة تدوم يومين أعلنت وزارة الصحة تسجيل 84 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الأخيرة ووفق الحصيلة اليومية توفي شخصان خلال الفترة نفسها وتمثل 73 شخصا للشفاء فيما يتواجد 20 مريضا بالعناية المركزة كشف الناخب الوطني جمال بالماضي قائمة لاعبية المنتخب الوطني المعنية بمواجهتي جيبوتي وبوركنافاسو ضمن تصفية مونديال قطر وشهدت القائمة عودة كل من مهدي طهرات وريضا حليمية وفريد بولايا وآدم الناس فيما تم استبعاد محمد فارس وهيشان بوداوي ترجمة نانسي قنقر